السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم كل عام انتم بخير النهاردة 6 يناير 2019 ودي اولى حلقات هنعملها ضمن سلسلة هتبقى خاصة بالاسئلة والاجوبة حول الموسيقى يعني هتبقى اسئلة واجوبها حول كل ما يتعلق بالموسيقى وكل ما اطرحه على الصفحة لان جالي اسئلة كتير واستفسارات كتير فوجب علي ان انا ارد عليها في بعضهم رديت علي مباشرة على الصفحات وفي بعضهم بيحتاج بعض التوضيحات او بيحتاج ان انا لازم ارد على يكون معي غرد او يكون معي اله موسيقية او او يكون معي نموز اجنس معه مثلا برضو لما تنقشت مع الاخوة والاصدقاء ازاي نرتب ترتيب الاجوبة والاسئلة في ناس اقترحت علي ناخدها بالنوع فمسلا قالوا لي كل ما يتعلق بالعصف نخليه حلقة حلقة مثلا انا كنت حلقة اولا حلقتين يخصوا حاجات في العصف الاسئلة اللي تخص الحاجات اللي فيها مثلا كتابة محتاج برض لاني يعمل على الاسئلة وكان في اكتراح جاري ان احنا نرد علي اسئلة بالاقدمية بغد النظر عن يعني النوعية والكافية فانا يعني كتبت بعض الاسئلة حنرد على المتاح منها اللي انا اقدر ارد عليه النهاردة اللي هيحتاج مني ان انا مسلا يكون فيه آلة موسيقية ممكن في وقت تاني نرد عليه اللي هيحتاج ان انا يكون فيه بورد وايت بورد يعني يكتب عليها هنأجرها الحلاقات تانية دلوقتي انا هرد على بعض الاسئلة وان شاء الله تكون الاجابة شافية وعايز اقول ان معظم الاسئلة جات انت ليه على في التعليقات على اليوتيوب وفي بعضها جيه على الخاص في الفيسبوك والبعض الاخر جيه على الخاص في الانستجرام والتويتر انا تحت امركم كلكم في اي وقت وفي اي موضوع يخص الموسيقى طيب بسم الله الحمار رحيم هنبدأ ببعض الاسئلة اغلالها مرتب زمنيا من يعني من اقدم الى احنس اه في بعض الاسئلة زي ما قلت بكم هقدر رد عليها دلوقتي وفي بعض الاسئلة هاجلها وطبعا هقدر الامكان هازكر اسماء اه اللي بعتلي السؤال واللي بعد كده يحب ان هو ما يذكرش اسمه ما فيش مشكلة عندي ممكن اما ما اذكرش اسمه اه مسلا فيه من ضمن الاسئلة وده يحتاج بس يعني لان انا اجابته من ضمن حلقه من حلقه بتاعت الدوان جايدي مسلا سؤال بيقول لماذا سميت نغمة مينصف بمول بالسيكة ولم تسمى تيك كورت يعني الكلام ده يقصد بيه الدوان لما كنا من قسم الدوان الى اربع النجم فالرجل يقصد يقول لي لماذا سميت مينص بمول يعني بالسيكة ولم تسمى تيك كورت وكذا الحال من اول نجمة اللي هي سيكة نص بمول الغليزة اللي هي العرق وليما سميتش تيك وشايراء انا هو يمكن يقصد من ليما سميتش تيك عجم وشايراء اه اه والله السؤال ده جي من قبل اه 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 اكون اسمو دكتور ميوزيك او دكتور ميوزيك طيب هو السؤال ده عشان نطرحه اه محتاج طبعا بود عشان نشرح فيه كويس ولكن انا عجبت على جزء منه من خلال حلقة الدوان الموسيقي سواء الاول او التالي وانا قلت ان انا اصلا مبدأ ان هما يعتبروا المينوس بيمول والسينوس بيمول درجات اساسية انا شخصيا انا مش ميال للنوع ده او للرأي ده وان كان ده الرأي الاكاديمي وانا احترمه طبعا لكن انا اميل ان احنا نقسم ارباع النغم طبقا للدليل المدون او طبقا للمقام يعني هقول مثلا هنعمل ارباع النغم لمقام البياتي فهحب السي بيمول والمينوس بيمول وتبقى كل درجات البياتي في الحالة دي درجات اساسية وما دون ذلك درجات بالنسبة لي فرائية او عربات او تحول الى نمات وتكاتب طيب في بعض المقامات يعني في دراسة من الدراسات اللي كنا اشتغلنا فيها بعض الناس وتم فيها اقتراح موضوع حد نموزك سيئة كده مثلا بالتخيل وانا وممكن نبقى نعملها على دفتر موسيقى مثلا لو حبينا نقسم ارباع النغم لسلم مجير او سلم عجل مثلا من على دو مجير فهناعتبر ان دو ري مي اللي هو دو راس ري بي كار اللي هي دو كا مي بي كار اللي هي بوسريك فا بي كار اللي هي جهاركا درجات اساسية وما دون ذلك هناعتبرها عربات وتأخذ قانون اللي هو النم قبل العربة وتك بعد العربة هناك مشكلة الشديدة ما بين النغمتين اللي فيهم نص طون اللي هي المي والفا والسيوي الدو فالمي والفا مفيش بنهم عربة فالربع اي تậnدي الناس اللي في النص يعني لو انا اعتبرت المي بي كار اللي هي البوسريك درجة اساسية والفا بي كار اللي هي الجهاركا درجة اساسية وعايز اعمل الربعتون اللي بينهم لو كيننه الفا نص بيمول فده اول مي نص دياز الاتنين هيبقوا واحد لان الفرق نص طون فالنغم الربع طون اللي هنا هنسميها ايه ما هو ما فيش عربة في النص فمسلا ونفس الشيء هيقابلنا في نغمة سي بي كار ودو بي كار سواء كانت الكواشت مع الراس او كانت المهور مع الكردال فهيقابلنا نص طون طبعا الموضوع ده هيقابلك في اكتر من مقام مش في مقام واحد بس يعني هتلاقي اماكن فيها ارباع اتوان وما فيش عربات في النص فتسميها ايه فده وسلا احد المقترحات اللي كان طرح ان احنا النغمات اللي زادتها ارباع اللي بيننا بين دراكتين اساسيتين تسمى بيم تبقى بيم وليست تتبع يعني اللي نقول لا هي تتبع مين ولا هي تتبع فا ليه لان هي وقعة بين نغمتين ما فهمش عربة في النص يعني احنا لما حبينا نقسم الدوان في مي الدواماجير مثلا لو حبينا سقول إنه عجل من الدوق أعمل اعملي يا اسملي العربات بتاعته بالمنطقة الجديد اللي هو احنا من ان نلغي نص بيمول والسي نص بيمول ونشها على الدرجات الاساسية. فتبقى من الذي يجب يجب Nagaya toplum 30 اللي هي الكرد. فهقول ان في نم كرد وفي تيك كرد. طب مين الفا? مين الفا? مفيش حاجة في المصر. فالنغم الربع التوني اللي في المصر هنسميها ايه? فكان احد المقترحات مثلا ان تسمى بم. وكان يعني اخترحة انها تسمى بم بصر الجهاركة. بم بصر الجهاركة اللي هي النغمة الواقعة ما بين البصر الجهاركة. الربع تولي هيبقى واقع ما بين البصر الجهاركة وهيبقى شرحه طبعا في النغمات الحادة او في النغمة العليزة مسلا ما بين السيديكار لما نقول مسلا ايه? بم كواش رازد او بم مهور آآ كردان. مسلا ان ده كان من دون اقتراحات. وآآ يعني الموضوع ده في بقى شوية وفي قصص كبيرة كده. هنبقى نتكلم فيها باستفادة ويكون معنا لوقت برد بالشرحة اخسر. طيب سؤال تاني. آآآآآآآآآآآ� من قبل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ان شاء الله انكم يكملين يعني طبعا للمشكلة ان انا بشتغل في اكتر من السلسلة في وقت واحد يعني ما ينفقش مثلا اخد سلسلة قاعدة العالمية هتاخد شهور طويلة على مخلصة يعني وقواعد الشرق هتاخد شهور وهكذا لكن انا اللي بدأت بالفعل في القواعد المسلوكة العالمية وتعرضت للنوتا بس لسه ما خلصتاش كاملة فانت حضرتك تقدر تتابع معي السلسلة بتاعت قواعد المسلوكة العالمية هتلاقييني بدأت في المدرج وانواع المفاتيح يعني هتلاقيين ماشي معاك لسه اي نعم ادخلتش في الاشكال وبتطرك لمواضيع عدة المسافات وغير المسافات والتعرفات وكده لكن اتابع معي في سلسلة قواعد المسلوكة العالمية ان شاء الله يعني اتابع معي هتلاقي الجواب الشافي لكن لو في جزئة معينة في كتابة النوتا عايز اسأل عليها ابعتلي تاني على اليوتيوب او على الفيس او على اي مكان قل لي وانا ممكن اوردها كجزئة معينة لكن انها النوتا انا بدأت فيها والنوتا جزئية ضمن جزئية قواعد المسلوكة العالمية لان احنا هتعرض في حاجات كتيره طيب نشوف سؤال تاني كيف يتم تصوير السلالم والالحان ده من قبل واحد اسمه او واحدة اسمها ماذر نونو ماذر نونو ده برضو الاكمل ده ده على اليوتيوب ماذر نونو كيف او كيف يتم بتصوير السلالم والالحان طيب اولا ده سؤال جميل جدا ومميز ازاي دم التصوير فالتصوير ده له قانون او عدة قوانين لكن في قانون عام اللي هو بتاع مبدأ التصوير فكرة التصوير ايه هي سواء بالصعود او بالقبود ومرتبط بالطبقات الصوتية ثم له قواعد بعض السلالم او بعض المقامات ترتبط مع القواعد الموسيقية العالمية زي دارة الخمسات ودارة الرابعة وبعدها له اسلوب اخر في التصوير يعني في بعض المقامات العربية ينطبق عليها ما ينطبق على القواعد الموسيقية العالمية في التصوير اللي هي عن طريق دارة الرابعة والخمسات وفي بعضها مشتق منه يعني ينطبق عليه نفس القاعدة مع اختلافات بسيطة وفي بعضها له طريقة خاصة علشان نتكلم في حدة تصوير الأنحان والمقامات فهو موضوع طويل مش صغير يعني موضوع طويل وصغير ممكن يحتاج اكتر من حلقة حيبقى برضو ضمن حلقات قواعد الموسيقى العربية الشرقية ولكن حيقت في حيله لان هو ده موضوع احتراف شوية لكن انا بماهيت لي دايما لو تلاحظوا في بعض الحلقات دايما نجيب سيرة ان المقام ده اساسه كذا لكن بيعمل كذا لو هنا هيبقى من داديله كذا لكن لو كده هيبقى داديله كذا لكن قانون التصوير ايه لازم نورد له حلقات خاصة بي وان شاء الله هيجو قريب يعني مش بعيد السؤال التاني هو اه هنا بقى دا مش سؤال هو دا انا هقدم شكري فيه يعني انا بشكر الاخ يوسف سعد من على اليوتيوب لما كنت انا طرحت موضوع الصبا بوصل ايك في اول حقاقات الاجناس لما جينا الجنس صار ووصل اقولت لكم ان هو جنس تقيل شوية على ودنه ومش سهل شوية انه حد يستوعبه وانه مش مسهولة ان حد يغني منه او ياسف انه لكن قلت انه ورد انه كان عندي طالب في سنة الفين واربعة جاب لي شريط كذا كذا وكنت قلت المطرب اسمه حاجة بياتي اسمه كده بياتي فده الاخ يوسف سعد ربنا يبارك له اللي حقني على اليوتيوب وبعتلي في كومنت او اكتر من كومنت اسم المطرب اسمه سعدي البياتي وفيه مطرب تاني بس مش هو واحد تاني كان يعني سعد اكمل بس الجزئية دي قال المطرب اسمه سعد البياتي وقال ان هذا النجم يسمى طور المحمداوي او محمداوي ممكن انا بنتقه مش مظموط وكل متوين العراق ايدونه طور ريفي يتميز به الفنان فرج وهاب اااااا ده سؤال او ده مش سؤال يعني دي كان احد بيصعفني زي ما القول يعني بيلحقني كده لما انا قلت اسم المطرب بس يناسي اسمه ايه بالزبط وان المطرب ده كان جاي بسرية السابة بصريك فالراجل ده مشكور زكر لي اسم مطرب وان شاء الله لما نيجي للسابة بصريك هنورد حاجات منه ونسمعه مع بهم بشكره طبعا استاذ يوسف سعد على هذا الطرح سؤال تاني اه السؤال ده جميل جاي من قبل واحد اسمه كرم طاها برضو ده من على اليوتيوب كرم طاها بيسأل سؤال جميل هل صحيح يا استاذ ان المينوس بيمول بتاعة الرصد تختلف عن بتاعة البياتي وتختلف عن بتاعة السيكا وزا كان صحيح كيف نعزفها طبعا كيف نعزفها دي مبدئيا لازم الى يعني لازم يكون معنا العودة عشان نشرح لكم به مثلا او يعني يعني يبقى فيه الى نصور بيها ونفهم بيها المهدوات لكن الشرح او حتكلم في الثلاث انواع ده او ان هما يعتبرون انت الى حد ما باجاز فعلا المينوس بيمول بتاعة الرصد غير المينوس بيمول بتاعة البياتي وده راجع لقصة اسمها قصة وكل الارباع على فكرة المفروض ان الارباع اصلها مش زي بعضها وده راجع لقصة قصة الكومة ان التون عندي بيتقسم تسعة كومة فما عنديش حاجة اسمها كومة في المصنة عنديش اربعة ونص كومة يعني هو الربع طول لما بيتقسم لما بنمشي بالكومات فهتختار انت حاجة من الاتنين يا اربعة كومة يا خمسة كومة مثلا يعني ده اللي انا عايز اقوله الاربعة ونص كومة ده موجود حديثا في السلم المعدل وفي الالات زي الالات الارجل لما قسموا النص تون بالزبط يعني لما جابوا عملوا التون ده يعني ما قسموه اربعة ونص وبعدين جابوا الربع اتنين وربع بالزبط دي ده يعني ده يعني ده في الحديث لكن عمليا والعازفين يعرفوه كويس ان احنا عندنا السيكة بتاعت الرز وحقول لفظين معلش تسبقون فيهم حتى يقولك ايه الناس اللي هم بتوع العازفين يقولك السيكة دي سيكة دكا يعني السيكة يعني السيكة عن اقوع يعني متاع الرز دي, وغالبا برضو السيكا والهزيم مقاب السيكة يعني يعني مقاب لهزام بتبقى السيكة بتاعيتهم بيسموها السيكا دكر او سيكة ميت a ou seca net يعني نتs ثيكة البياتي بيسموها احيانا uhh يعني اللفظ بتاع سؤوله سييروا عليها ثيكة نتاق او سيكة حريمي او سيكة Joshкоcks shade فعلا في العصف الفعلي بتكون خاصة شوية عن المينوس بمول سيكا بتاعتي البياتي غير فعلا من المينوس بمول سيكا بتاعتي الرصد والوزن وزي ما قلتلك هادي محتاجة شرح على البرده شرح اشرح حتة ان التون تسعة كومة وانك انت حتى لما بتجي تعمل نص تون في المزكعة عربية المفروض يعني بتجي تعمل نص تون في المزكعة عربية يبتاخد خمسة اربعة يعني يبتاخد خمسة كومة يبتاخد اربعة كومة وده حنقابله مثلا لما نيجي نشتغل في الاجهز غريب وفي السيكة البلد يعني في بعض المقامات كده هتلاقي ان الابعاد مش نت يمكن قالت الورج زي ما قلنا وفلسطة المعدل هوا اللي حاصل فيها كده فان شاء الله دي ممكن بالعود ان شاء الله هيكونا قعدة معنا عود كده ونشوفها عملية من العصف ازاي طيب عندنا سؤال ايه تاني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ده السؤال يتعلق بسلسلة مبادئ الهارموني وبيسأل بقول لي لو كان تطبيق على البيانون لتسهيل اكتر هو يمكن السؤال ده كان قبل انا ما ابدأ اعمل التطبيق العملي على البيانون لكن بالفعل يعني حتى ما هي قبل ما هيجل السؤال ده احنا نفزنا احنا قلنا فيه جزء هارموني نظري وفيه جزء هيبقى هارموني عملي وانا بالفعل نفست الهارموني العملي لبعض القواعد النظرية وطبعا هنكمل مع بعض وكل ما يبقى فيه قواعد جديدة هنعمل لها حلقات خاصة بها يعني دلوقتي دخلنا في الخمسة بسبعتها وعلاقات زي نكونها هنعمل لها العمل بتاعها خمسة بسبعتها وعلاقاتها بالأولى هنعمل لها العمل بتاعها الخمسة بسبعتها وعلاقاتها بالربعة وعلم ده يعني فيه حاجات كثيرة لكن مثلا احنا عملنا التكمين التالف وعلاقات الأولى والأولى بالربعة والأولى بالخمسة والربعة بالخمسة عملناها عملي وعملنا الأفلات الموسيقية التمى يعني كل التمى والدينية والنصفية وكل فكل ما بيبقى فيه قاعدة جديدة اكيد باخد كم قاعدة نظري وبعدين بشتغل فيهم عملي ان شاء الله طيب ده فيه سؤال تاني يعني هو ده مش سؤال هو ده حد ومروش علاقة بالسلسل بالسلاسل القواعد للموسيقى لا هو ده حد كان بعيدلي عن مسلسل كنت انا عملت الموسيقى تصورياته زمان في حاجة وتسعين تسعين اتنين وتسعين مش فاكة كان مسلسل اسمه الصرايا هو بعت جقول الاول هو اسمه الاستاذ عبدالله سلطان طبعا انا بشكل الاستاذ عبدالله سلطان لاهتمامه ان نسمع بعض الاعمال اللي انا عملها هو ده مسلسل قديم من زهان وهو بقول ايه السبسل عن مسلسل الصرايا بيقول ان وقت عرض المسلسل كان عمري 8 سنة ده الاستاذ عبدالله كان هو عمره 8 سنة ساعتها والحين عندي 33 سنة بس لسه فاكره يعني هو الاستاذ عبدالله لسه فاكر المسلسل وكان بيطلب ان لو المسلسل يزيع والله في الحقيقة استاذ عبدالله انا واغلبنا يعني اي حد بيانه موسيقى تصريحة وبيوزع شغل حد المفروض يتابع طبعا شغله وكل حاجة لكن احيانا الواحد بيانه المسلسل ويخش في عمل تاني وما بيهتمش انه يشوف العمل ده الا ازا عمل مثلا انتشر واتزع كثير انا بصراح عملت العمل ده يمكن في 93 او 92 مش فاجت كمان ازا كرة او يمكن البعا 90 يعني ازا كرة مش ليانه كويس لكن هو من الاعمال اللي انا باحتاز بها جدا وكان معي ساعتها المخرج ريدا النجار واللي اعرفه ان الماسر في المسلسل ده بقى ونخبة كبيرة من الفنانين الماسرين الكبار يعني انا متفرجت الشخصية على المسلسل وكنت اتمنى زي حضرتك ان انا اتفرج على المسلسل لكن انا كان عندي الماسر سيدي بتاع المسلسل فابناء عليه عشان يطرفي على اليوتيوب لازم يتحول لفيلم فحطوا لي عليه بعض الصور اغلبها غالبا صور تخصني وتخص الحفلات بتاعتي فحطوها على الماسر سيدي علشان يتزاعد لكن من الطريفة ان انا اسكر ان المسلسل ده انا كنت اعمله واعتقد وانا لسه ضالب كنت في فاكل ريوس تقريبا او في تالتة تقليف لكن اسكر ان كان معايا عمالقة عمالقة من عمالقة الموسيقى يعني انا مسجد معايا في هذا المسلسل المرحوم الحج سعد محمد حسن والاستاذ الدكتور ريدا رجب والاستاذ عبدالغاني الدكتور خالد فؤاد المرحوم اللي ارحمه الاستاذ سعيد الاسابجي والمرحوم كان سعيد هو وكيل المعهد والمرحوم الاستاذ سعيد هيكل كانوا حوالي 8 كمانجات ما شاء الله عيوم برضو مسجد معايا اتنين شلو انا مسجد ب8 كمانجات واتنين شلو كونتر باس الوطريات انا مسجد بيها كان معايا الاستاذ طاها والاستاذ عمالط طاها وكان معايا الكونتر باس الدكتور المرحوم اللي ارحمه اصامة عبدالحكم ده بالنسبة للوطريات كان معايا برضو فيها عازف العود الشهير حبيبي وصديق ورافيق رحل الدرب بالاستاذ مامدوح الجبالي هو عازف العود اللي معايا والكولا الفنان الراك الجبير للاستاذ ابراهيم كولا المسجد معايا فيه ويعني كانت نخبة ما شاء الله من الفنانين المميزين المحترفين الشاطرين وكانوا اسات زيتنا طبعا اغلبهم كانوا اسات زيتنا ما بين سمعيدي واسات زيت يعني والمسلسل ده من اوائل الاعمال اللي هو مش اول عامل اعمل لكن من اوائل الاعمال اللي انا عملتها وبعتز بيها جدا له وهو مسلسل الصراعية طيب نشوف سؤال تاني هو السؤال الجاي ده محتاج موضوع يعني هو في حد ذاته بحس يعني موضوع فانا هتكلم فيه اجاز كده يعني ده يجح من قبل واحد اسمه عود ميزيشون ياه اما عود ميزيشون اي اما اولد ميزيشون فانا قاعد clicked عود ميزيشون قاعد لأي اي قاعد لي يقول لأي سويتي ويقول لي هل ينفع التعليف بالربع طولة هذا سؤال ناسيس جدا يعني ده سؤال للجميل ينفع التعليف بالربع طولة والله يعني أنا من خلال دراستي في قسم التعريف والنصريات والقهادة يعني كل شغلنا في الموسيقى العالمية والكلاسيكية والرمانتكية وجميع أنواع الوركسترات سواء كان أوركسترا كلاسيكي أو في المودرن حتى في قواعد الهارموني في التريديشنال هارموني أو الستريكت هارموني أو المودرن هارموني ما وردش علينا دوليا يعني وأكاديميا ما وردش علينا كردات فيها ربع طول اللي هي بالمعنى الأصح اللي هي التالتة المتوسطة اللي هي دو مينوس بيمول والمينوس بيمول صول فده بيسموه تالتات متوسطة يعني هو تالف متوسط له كبير ولا صغير له ميجر ولا ميلول مبدئيا عايز يقولك هو تالف نشاز بالنسبة للناس الأكاديميين وبالنسبة للناس اللي جاوية موسيقى أوروبية والموسيقى العالمية هيسمع التالف ده يقولك التالف ده في نشاز لكن أنا برضو هقولي اللي لايه واللي عليها وأنا برضو من الناس اللي بعتبر ده إلى حد ما يعني كبير إلى حد كبير بعتبر ما فيش حاجة اسمها تالف ده يعني كانت تالفها لأن الموسيقى العربية بتاعاتنا الجميلة أفضل أسلوب للمصاحبة ليها بذات مع أربع النجم المقامات ذات أربع النجم أفضل أسلوب ثبت جدارة في التوزير بتاعه ألا وهو تعدد التصويت البروفونية إنك تعمل له خط مقابل خط إنك تشتغل فيه كونتر بوينت يعني يبقى فيه خط بيتقالقوا مع خط تاني أو خط تالت مفيش مشكلة يعمل له خطوط زي ما انت عايز بس ليجا لتأنزل هتقول لي ما هو بيتقابل رأسان أه بيتقابل رأسان حيانا يعني التالتة المتوسطة مش كتير حقابلها لكن أنا مش حنكر إن في بعض الناس بيحطوا تقالف ده ده كنموزة كانت طبعا ممكن من أي سكة ومن أي سلم بس يحط ده مينص بيمول سول ويبقى مستسيره وعايز أقول برضو الحق يقول أحيانا بعض الألحان بيتواكب معها هذا التالف يعني بعض الجمل الموسيقية سواء مثلا كان في تقاسيم كان في ألحان في غنم وصل ما هي تلاقي حد نازل تالف كده في مينص بيمول ولا هم تحدد ميجور ولا مينور ما يعني الدنيا مش باينة لكن بيستصاب يعني في أنا سمعت قبل كده ناس كان بيتقاسم بس كان في واحد عازل في كورديون بيقاسم وكان معاه الكوالا بتقاسم وكان العازل في اللي معهم هسيقول له أرضية بسط الوطريات مثلا في القرب حاطف حاطل التالف في الدومي سول في البداية أنا كشت منه يعني في البداية اتخذت كده بسطه بس مع استمرار التقاسيم ومش بعد فترة ده بسرعة يعني مع أول رجل كده مده يستهل في التقاسيم أو يفتح كده في التقاسيم أو يشتغل أصبح التقالف الوصيق المتواصل ده اللي هو دومي نص بمنصل بدأت استطاعه وبعدين بعد كده بدأ بعد الاستسابة بدأ يبقى فيه راحة يعني متقبل هذا الموضوع يمكن الصدمة كانت في الاول بس اول ما نزلت التقارف دي بالمسبال이 شدتني لكن يمكن لو كان الرجل ده بدأ في الاول يمكن امقلش اكيد يعني يمكن لو كانت العملاء بدأت بتقاسيم الاول وبعدين الرجل رحتت التقارف ده يمكن كان يجي كده زي بيقول كده جي سرقة في النص يعني يدخل كده سرقة في النص يمكن كنت اقبله يعني يمكن اول ناس دي كنت اقبلها لو كان الراجل بدأ بتقسيم يعني مهد لي ومديني الطابع بتاع الرصد وكساس دخل بيقسم رصد فربما ساعتها قد اقبل وهو طلع من الرصد للهزام يعني قاعد يعمل مشوار كلا في المقامات اللي بتركز ما بين الدول المياه لكن علميا و هارمونيا عشان نبقى التفقيل ما ينفعش يعني ما ينفعش اعمل تقالف راسي فيه من نص بمل يعني يكون ثالثات متوسطة يعني ما جربتوش ومش هاجربو او حتى لو كنت يعني عديت عليه مرة اتنين ما قابلتوش وحاولت طبعا اجربو كعاسف يعني يعني اكيد في مرة مرات جيتة اعملت اعز الفصل الحاجة وحطيت فما بسترسرهوش فساعات كنت اعمل بقى اعملت حاوة بقى احط كاتريم احط سيتيم احط نيفيم احط يعني كده ساعات كان يبقى نوع انواعات على اول قولة وخمسة مثلا يعني ده نوع من انواع التحقيق بس ما قلتش في الهارموني ودي التالتة خلي بالك اللي احنا في قانون الهارموني التي لا تحزف ولا تقرر بس ببناهية في المشكلة روحت انا حزيفها يعني واحتماسك ده وصول مثلا وكان اللحن فيه ميج دي احيانا مثلا احيانا يتعامل تالف بالسبعة مثلا حتة تالف بالستة تالف بالربعة يعني الكاتريمات كتير كدا بتعالج المشكلة دي يعني انا ياما عملنا شغل مع ناس وكنا بنيجي عندي الحتة اللي فيها الربعة تون دي تلاقينا احنا قلبنا ايه نص الخواجات كده احنا عاملين تالف كاتريا بقى كاتريا بسبين كمان علشان ايه يطر الموضوع شوية واحنا نقباله واحنا كنا بنقباله واعتقد ان الناس برضو السميعة بغض النظر الموسيقين بيقبلوه يعني طيب انا اعتقد ان دي اهم الاسئلة اللي جاتلي على صفحة اليوتيوب في الفترة اللي فاتت دي ارجو ان بعض اجوبتي تكون شافية وكافية واللي كان فيه جزء محتاج جزء عملي او ان انا اشرح على البرد ان شاء الله اوعدكم ان احنا نجاوب عليها في حلقات تالية وخلاص انا كده بناء على طلب بعض الطلبة وزمعيننا خلاص هخصص كل فترة كده حلقات للاسئلة والاجوبة عن الفيديوهات اللي بنزلها او عن الموسيقى بسيطة عامة اي حد عايز يسألني عن الموسيقى عن اي حاجة انا تحت امره وطبعا انا هتكلم في الاسئلة ولو حد ما انطلق على شيء يبعتلي ويقول لي انا بحترم جدا جدا اراء الكل طالما في اطار وسياق جميل كده دي مفيهش مشاكل انا تحت امره نتناقش عايز اقول برضو ان اغلب الفيديوهات انا بعملها وانا مش محضر ما اي حضرش انا بعتمد الوقتي بشتغل بالذاكرة يعني انا شغال معكم بالذاكرة ومن العلم اللي انا تعلمتم توقف مان فترة حياتي اه وان انا الفيديوهات دي اللي اريدها بутьها الحياة بعد الطلبة وبعد الزملاء حتى بعد أسات زيتي اللي داريسوني هلولي يا محمد ليه ما تعملش الفيديات كذا 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 لنها تحتاج هذا الأسلوب من الفيديات أو هذا الأسلوب من الشرح وهذا الأسلوب من الطرح برضو من النقاط اللي عايز أقولها اه قبل ما نقفل احنا اي خطأ انا اعمله يعني زي ما تقوله مش محضر فوالد جدا جدا ان اي حد يخطأ ممكن اللساني يعني مثلا يتلاجلك في حاجة يقول كلمة اقصد مثلا النجمة معاهم اي النجمة تانية اقصد مش عارف اسم معاهم اطلق كده دي حاجة ده بس ان هو من أنواع الأخطاء ممكن أنسى يعني كلنا معرضين للنسيان والسن بقى يعني ما شاء الله فيعني كل نسيت ممكن ييجي حد يفكرني انا اقبل لهذا طبعا ما انا اللي ناسي يعني اهم حاجة حد يجي يشرح ليه او يقولي او يفاهبني او يقولي في كذا انا بقى أقبل له أخطأت سواء بعمد او جري عمد انا ما اعتقدش في تاريخي عمر ما عملت خطأ متعمد لكن مش ما بخطأش بخطأ كلنا بنخطأ ممكن أخطأ بدون ما اقصد يعني فايجي حد يصحح لي زميل ليه يا استاذ ليه يا طالب عندي يكون درس برا احسن من عندي ده فييجي ولي لا ولا يا استاذ الموضوع دي مثلا كذا او لا ولا يا رحمد انت فاتتك الحتة دي او الحتة دي كانت محتاجة منك تأكيد يعني انا بقبل كل النصايح يعني اقبل منكم كل النصايح واي نصايح هتقولوها بحطها في الاعتبار وان شاء الله اكتهت في ان انا اعملها في الفيديوهات القادمة اه حبيت افكركم قبل ما نهي للحلقة اه ان جميع السلاسل اللي بسجلها او اللي بعملها اه بنحط الوصالات بتاعتها واللي ان كانت بتاعتها اسفل الصفحة في الديسكريبشن وارجو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا عن قرص ليصلكم كل جديد وكل عام انتم في خير السلام عليكم